موسيقى دبا في كازبيئة نحن مكلفين بمشروع إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحة الخضراء بمدينة الدربيضاء والمحمدية هذا المشروع هو عبارة على بناء استجل المحطات المحطات معالجة المياه العادمة والذي سيكون في المنتزة الحسن الثاني في حديقة الجامعة العربية في المساحة الخضراء المرافقة للطريق السيار لدينا ثاني مشروع وحد أخر في حديقة الرميطاج ومرضوخ وحد أخر بالنسبة للمشروع وستاتسكين بمدينة المحمدية لسقي الجولف بالمحمدية إذن هذا المشروع الهدف جاله هو لا نستغل المياه الصالحة للشرب لسقي المساحة الخضراء نحن حالياً في وضعية قليلاً حريجة بالنسبة للموارد المائية وخاصة نحافظ عليها وطبعاً لا يمكننا أن نفرطوا في المساحات الخضراء التي تداروا عليها بزاف جال لتزيد من الجمالية مدينة الدار بيضاء وحتى المواطنيات وما يستفدون منها إذن ذاك شي علاش نحن خدمين حالياً على هذا المشروع وعنا واحد المشروع وحد أخر هو كيف كان عارفو كان بزاف جال العيون بمدينة الدار بيضاء العيون اللي المياه جالها بدرجة جيد جيدة ويمكن استعمل نيشان باش أنها تتقوي بها المساحات الخضراء نحن خدمين حالياً على ثلاثة ديال العيون بدرنا لهم الدراسة ديال إعادة تهيئة ديالهم كان العين ديال سيدي عبد الرحمن اللي جاي في عين جاب العين ديال سيندي باد والعين بسيدي برنوسي إذن في القارب إن شاء الله ممكن الشهر الجاي ولا شهر اللي من بعد غادي تبدأ التهيئة غادي تبدأ وليتخافوت أمك باش أني ذاك المياه توصل ديالك دمون الواحد المجموعة ديال مساحات الخضراء اللي اخترتهم جماعة الدربيضاء وللغادي تتقى منهم مباشرة تونك المودخالات ديالين كتن درج في إطار التدابير اللي تتخدات شركة ليدك لمواجهة المشكل ديال النودرة المياه لان كين عدة محاور اللي هنشوفهم إن شاء الله بالتفاصيل اساسا كين جميع للخطوات اللي خدينها من أجل نقص تسرّب لكينف في شبكة ديال الماء ثانياً جميع الحملات تحسيسية اللي درناها ليدر تشاركة ليدك اللي كتعلق سواء بالزوبناء ديالنا سواء المؤسسات العمية لزادمينيستراشيون ولا الشركات اللي هم زوبناء ديالنا ولا المواطن بصفة عامة تونك جميع الحملات التحسيسية وجميع الخطوات اللي اخدناها واللي مكنونا لحد الان الحمد لله أن الشركات اللي ديك سمكنا ندوزنا المرحلة ديال الصيف وداز فيه سلام دونكما كان لان قطعة المال أولو في مدينة دار البيضاء وبنصور نمازاني نخدامين باش نزيدو نديرو نزيدو نحسنو زعمال في جميع المجالات اللي كتخص بهم الشركة اللي ديك كما كتعرفوا بأن العالم بالشي غير المغرب كيعيش واحد على وقت تغيرات المناخية مناطق فيها الفيضانات من مناطق أخرى فيها الجفاف حنا بالأسف في المغرب حنا من المناطق اللي كي يعني هيضربها الجفاف بصفة خاصة وحتى وبعض الفيضانات وكان الفيضانات يعني بصفة مؤقتة ورهينية بالنسبة للمدينة دار البيضاء هنا هده المشاكل بجوج هي الأولى الندرة المياه اللي هده هو المشكل العاجل اللي خصنا ناخده يعني ناخده إجراءات بالنسبة له و هناك يجي الدور ديال الجماعة و ديال المقاطعات لأنها بصفة أن الماء هو واحد للخدمة كالتقدمها الخدمة ديال القرب اللي هي المسؤولية ديال الجماعة بالنسبة لتحديات إذاً كي نهي التغييرات المناخية والشوح المياه شوحي يعني الموارد المائية مش هي على مستوى التوزيع لا على مستوى يعني يعني الكمية و كان المشكل ديال التوسع العمراني اللي هو مشكل خاص بأن مدينة الدار البيضاء وعندو لخصوصيات دياله وكان المشكلة للتلوث وهو تهوى خاصة في مدينة دار البيضاء نظراً لنشاط الاقتصادي المعروفة به مدينة دار البيضاء الحلول مقترحة بالنسبة لشوح المياه نحن لم يكن لدينا بديل من غير قلة التساقطات المطارية لم يكن لدينا بديل من غير دزول الحلول معالجة المياه العادمة وتحلية المياه البحر وليما لاحتى التقاط المياه للأمطار في ميك تكون هذه الأمطار هذه بالنسبة للمعالجة المياه العادمة الضربة عندها الكيمية مهمة جداً بالنسبة لباقي المدن المغربية على مستوى الكمة ولا على مستوى الجودة لأن الجودة أخصها كالطرحة واحدة المسألة ديال تمان والكلفة ديال المعالجة وهذو مسائل اللي هتمنى بهم ولا كانوا يعني في الصلب ديال الاهتمام ديال المخططات ديال التلميات للجماعة وحتى على مستوى ديال الجهة ديال الضربة احنا ممكننا إلا نلقاء حلون إن شاء الله اشتركوا في القناة